انتهت مباريات الدوري أبطال إفريقيا في مرحلة الجروب ستيج مرحلة المجموعات وتأهلت 6 أو 8 أندية إلى مرحلة الدور الربع النهائي بالأمس كان حوالي في 6 أندية خلاص تأكد تأهلهم رسميا وكان الكلام على آخر بطاقتين مين ممكن يحسن الجولة الأخيرة ويتأهل إلى الدور الربع النهائي من أعظم البطولات الإفريقية الأميرة السمراء دوري أبطال إفريقيا نهاردة الاتحاد الإفريقي زي ما انتم شايفين على الشاشة حاطت صورة دوري الأبطال ونجوم الأندية الثمانية الذين تأهلوا إلى مرحلة الدور الربع النهائي وبيتصدر الصورة بالتأكيد بيرسيتاو نجم منتخب جنوب إفريقيا ونجم النادي الأهلي طيب بداية كده لو هنتكلم على أرعة مواجهات دور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا المعاد المقترح حتى هذه اللحظة إقامة الأرعة أحد يومي 12 أو 13 مارس هنا في مدينة السادس من أكتوبر بالقرب من مقر الاتحاد الإفريقي الناس تقول النهاردة 3 مارس ليه بعد 10 أيام؟ يمكن خلال الفترة القادمة المسؤولين في الاتحاد الإفريقي مشغولين بدورة الألعاب الإفريقية في غانا ومعظم المسؤولين موجودين حاليا في غانا للترتيب لدورة الألعاب الإفريقية اللي هتنطلق خلاص خلال الأيام القليلة المقبلة وعلى هذا الأساس ستم تحديد موعد مبدئي لإقامة مراسم الأرعة أحد يومي 12 أو 13 مارس هذا هو المعاد المقترح ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد إقامة الأرعة في أي من التاريخين يعني إما يوم 12 أو يوم 13 ده هيتأكد فيه الفترة اللي جاية طيب ده معناه أن الأرعة هتتعامل خلال شهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين رمضان كريم على الأمة الإسلامية والأمة العربية يا رب بإذن الله في الفترة اللي جاية وبالتالي الأرعة هتتعامل خلال شهر رمضان الناس كتير هتقول طب خدوا بالكم المنافسات تتضروا إنها هتنطلق بإذن الله أحد أيام 29 أو 30 مارس فهل ده يبقى وقت كافي للتحضير للفرع المنافسة؟ يعني أنت كده رايح لآخر معاد للديدلاين يعني أنت بتتكلم على قبل معاد انطلاق المنافسات بحوالي 14 يوم فـ 12-13 مارس بنتكلم في 14 يوم وهيكون عندك مواجهة أحد أيام 29 أو 30 مارس فأعتقد فترة الأسبوعين هتكون فترة كافية جدا للتحضير سواء من الانتقالات والإقامة وتذكر الطيران وحجز ملعب التدريب والتحضير بشكل فني للفريق المنافس فده آخر معاد يعني ده الدلاين اللي ممكن القرعة تتعامل في هذا التوقيت صعب جدا تتعامل بعد هذا التوقيت ولكن حتى الآن هو التوقيت المقترح أحد أيام 12 أو 13 مارس وحنا جدا بنتكلم على أيام 3 أو 4 رمضان بإذن الله كل سنة وحضراتكم طيبين الكل كان بيتوقع أن النهاردة بعد ختم مباراة الكنفدرالية فغالبا القرعة ممكن تكون بقرة بعده بحد أقصى نهاية الأسبوع ولكن لا يعني فيه تطورات فبنقول لحضراتكم كالعادة يمكن الخبر من خلال برنامج التريندو ده خبر حصر لحضراتكم أن القرعة بإذن الله بعد أقل من 10 أيام ولكن أحد يومي 12 أو 13 مارس ووقتها نعرف مين منافس الأهلي في مرحلة الدور ربع النهائي قرعة دول الأبطال مش هتبقى يعني فيها تفاصيل لدور التمانية بس لا ده أنت كمان هتعرف مشوارك لغاية المباراة النهائية دور التمانية هتلعب مين؟ مثلا لو هنتكلم عن النادي الأهلي يما هتلعب سيمبة أو مازمبي أو الترجي التونسي طيب بعد المواجهة دي هلع تبقى عارف مشوارك في النصف النهائي؟ آه لأنه بقى الفرق اللي تأهلت حتى في الصدارة أنت تتكلم على بيترو أتليتكو ماموليدي سانداونز وبنتكلم كمان على أسك ميموزا الإفواري فالقرعة بيبقى مراسم الإجراءات بتاعت القرعة مش دور التمانية لا كمان لو الأهلي مثلا نفترض الأهلي هي لعب الترجي في دور التمانية الفائز من الأهلي والترجي من خلال الأرقام والقوار اللي هتتسحف في القرعة هتعرف المواجه الفريق الآخر مين؟ هل ممكن يبقى الفائز؟ مثلا يعني أسك ميموزا مع مازينبي ألكونغولي ده ممكن يكون طرف مباراة تواجهها في المرحلة اللي بعدها لغاية لما توصل للمباراة النهائية وكمان هتلعب فين؟ يعني دور التمانية فيه نقطة واضحة من قبل مراسم القرعة الأهل المتصدر المجموعة الرابعة وكل الفرع اللي تصدرت المجموعة هتلعب مباراة الزهاب خارج أرضها فالأهل عنده مباراة خارج مصر أحد أيام 29 أو 30 مارس ده مبدئيا وبالتالي الأهل هي لعب خارج مصر في التوقيت ده يا إما في تنزانيا يا إما في الكنغو الديمقراطية يا إما في تونس بعد كده لما الأور هتتعامل على السيمي فاينال في نفس المراسم نفسها هتعرف مين الفريق اللي هتواجهه ووقتها هتعرف كمان أنت مثلا لو هتواجه الفايز ما بين أسك مموزة ومازينبي الكنغولي هتعرف إن المباراة الأولى هل في القاهرة ولا هتبقى في كوديفوار أو في الكنغو الديمقراطية فده شكل مراسم الأورع خلينا في الأهل دلوقتي الأهل متصدر المجموعة يا إما يواجه سيمبا أو مازينبي أو الترجي ودول تواني المجموعات الأخرى خلاص ينجي أفريكانز القوار بتاعت ينجي أفريكانز بتبقى بعيدة عن الأورع مع الأهل لأنه كان مع الأهل في نفس المجموعة نفس الأمر للترجي مواجهة دور التمانية مش هيكون مع بيترو أتليتكو نفس الأمر المازينبي مواجهته في دور التمانية مش هتكون مع سانداونز نفس الأمر لأسك مموزة الإفواري مواجهته في دور التمانية مش هتكون مع سيمبا التنزيني طيب الناس ممكن تقولي الأفضل نلعب مع مين والأفضل ممكن للقرعة تصفر عن إيه وده السؤال اللي احنا طرحنا النهاردة لكل السادة المشاهدين وكل متابع برنامج التريند على شاشة قناة الأهلي يشوفوا ويقولوا توقعاتهم اللي بيتمنى واللي بيتوقع كله يشارك فيه سؤال حلقة النهاردة وفي إذن الله هستعرض كل الإجابات اللي معانا أو أكبر قدر منها يعني عشان توقيت الحلقة